انت يا برج الجوزاء. الورد. الورد. اه انت شكلك في حواليك ناس كتير. وانت عملك بتزهر نفسك اه حتى تلفت انتباه لكل اللي حواليك. وكمان انت عندك شيء انهيته وبدأت فيها اما انهيت علاقة. وابتدأت علاقة جديدة او انهيت موضوع عمل. وابتدأت فيه عمل تاني. اه كمان انت بتحاول انك انت تظهر على السوشيال انك انت شخص مشهور مرموك وجميل جدا وجداب. وانت طبعا يا برج الجوزاء جداب جدا. لكنك انت بتحب انه تظهر التفاصيل هاي او انت في الطاقة تاعتك انت بتظهر التفاصيل هاي للاشخاص اللي حواليك. مش شرط لعلاقات للاصدقاء للمقربين. واحتمال انك انت اه انهيت شيء وانت حابب اه تبدأ من داخلك شيء جديد. انت كأنك اه انوجعت بما فيه الكفاية وحابب بتبلش عالم اخر غير العالم الماضي. فانت بتحاول تطلع من الماضي. انت يمكن ان الشخص هذا تاجأت برسالة وهرب. فانت عشان هيك قررت انه خلص تنهي هذا الالم. انت في نهاية الالم وبداية جديدة عندك. وانت شفت هذا الشخص ممكن متسرع اه غضوب ومتهور نوعا ما وانت شافه انه يعني اه كلامه مش مش مطابق لمشاعره. يعني انت ممكن بيجي بيحكي لك كلام غير عن مشاعره. او احساسك انت حس انه مشاعره غير. والكلام اللي بعطيك هي غير. وانت شفته انه ايام ما بعطلك رسالة ممكن على الانترنت. اه بعطلك رسالة سريعة وهرب. خلينا نشوف هذا الشخص شوه? لهو رفنت. لهو رفنت. والشخص هذا يمكن فيه زواج. اه يمكن هذا الشخص مشهور على السوشيال او شخص اه حاليا اه بيحاول انه يتعمق في الدين او يتعمق في الافكار او يتعمق في كتب او اه ينشر مجلات ينشر كتب معينة. الشخص هذا يمكن بيام بالا اه ممكن امام جامع. اه يمكن بيام بالناس وبيعطيهم نصائح نصائح وارشادات. واحتمال هذا الشخص هو فيه خطوبة او فيه زواج جديد. يعني اعلم زواجه جديد او فيه خطوبة. وهو الشاعر انه انت اصلا شخص روحاني جدا جدا وطيب. وهو شاعر انك انت اللي اعمالك بتحاول انه تعمل لك شفرة امام الناس. هو مش شايفك انك انت بتخوت علاقة لا. هو شايفك انه انت بدك تلفت انظار اللي حواليك. يعني مش انه بدك تخوت علاقات لا. انت بدك تحاول انك تكون مشهول. وهو حاسس انه انت الشخص اللي هو للبعض منكم. يعني ازا كان هاد الشخص مش مرتبط فهذا الشخص بيتمنى انه يربط فيكم. لانه هو متجه عليكم. وهو نفس الشيء هو متجه. لانه هو في طاقة في الوجع. وفي الاحساسه بانه انخدر. واحساسه انه هو طلع من هيا العلاقة او اي امكان ازا كان فيه بانك وانفصال. ازا ما كان فيه الشخص بتاعبان جدا. وطاقة اا اا كلها احزان. وهو احساسه بالالم والغدر. ومش شرط انه تكون انت يا برج الجوزاء غدرته طبعا. يمكن احساسه من الناس الحواليه. ويمكن هو عنده خسارة مادية. مش شرط يعني تكون انه انت اللي غدرت او انت عملت له اشيء. احتمال للبعض منك واحتمال انك انت تكون زعلت هذا الشخص وانت انفصلت عنه بارادتك. بكامل ارادتك. يعني لانه الشخص في الحالة هي لانه فيه هو فيه التور في انفصال. فاكيد راح يكون الانفصال اما انفصال علاقة. فهو حاسس انه انت انفصلت عنه نهائيا. او الانفصال جاء من اتجاهك انت يا برج الجوزاء مش من اتجاهه لبعض منك طبعا. واذا هو ينفصل عنك فهو تعبان وحاسس بالاسة وبالالم وحاسس فقدانك فكريات الشخصي. هو مفتقدكم. مع ان طاقته هون اللي هارف همت هذا احساس اتجاهكم. هو هون اللي بايل عندي ان هو اللي طلع من العلاقة. بس خليني اشوف شوي. عشانا اتأكد. واخدلكو كروت رومانس. اه هو انقطع. هو زعلان عشانكم. لان انتو انفصلت عن بعض. لان كان احساس ان انتو بتشبهوا بعض كتير. وهو وانت سميه. او الشخص اللي بتشبهوا. بالضبط انت الشخص اللي بتشبهوا. انت مرايق له له هيدا الشخص. لهيك هو مفتقدك. على فكرة هيدا الشخص مفتقدك جبتا جبتا جبتا. وهو بحاول او هو شايفك انه انت انفصلت عنه بسبب اه انشغاله عنك. انت كنت مسلا تحاول انه تلفت انتباهه وتحاول تشاركه بيومك. وبالاحداث اللي بتصير عندك. وهو كان نطنش. وهو انت منع هيدا الشيء. خليني اشوف الرومانس. شو بدون يخلونه. جماعة بس كان ابني الزغير قاعدنا مشقيتي. ايه خليني نكمل كروعة. كنا بدنا نطول الرومانس. بنشوف شو وضعكم. كروعة جوزاة. ايه شكل الانفصال. ايه متأثر بحياتك المادية. شكلك انت بتحاول انك انت ايه تبدأ بمشروع جديد. لانك انت شايف انه ايه حياتك لازم تبلش في مشروع مش بعاطفة. وكأنك انت بتطلع من كل العواطف العلاقات. لان يعني ايه شاي برده هون تقطك انه يعني مش احساس مشاعر ان انت متلاحف للشخص او لا انت شايفه كشخصية ثرتارة. وشخص مسلا بتتكلم يعني بيحكي كتير وبيخطفي. بيروح. او اختفوا مسلا معها ودرجة. او اجا انها العلاقة وروح. فانت ست بدت تطلع من هاي القيود وتهتم في مادياتك لانك انت بتعاني. وحياتك العاطفية تأثيرها مادي. اتمنى هات الشخص صار عنده برضه للبعض منكم صار عنده الوضع المالي اه صار عنده خسارة في الوضع المالي. لهيك عنده صار اه اتطور. الهيور مادي يمكن للبعض منكم احتمال انه يكون هات الشخص بيعاني من وضع مادي سيء. طيب. هات صلمي اه 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 هات الشخص طيب وانا قلت لكم انه حاس ان انت صلمي وحكت لكم انه حاس ان انت صلمي او كان هون الكروت وحاس انك انت شخص صلمي طبعا شو مشاعر اتجاهك هو بحاول يتشافه بحاول يوازن يزبط نفسه من ناحية لانه بسعب انه شاف ان هالعلاقة انحطيها حدود او بلشت الحدود تعلى فيها فهو شاف انه لازم يتوازن لانه محتاج للشفاء لانه بمر في مرحلة اه داخلي انتصال داخلي هو احساسه يعني داخليا غير عن احساسه خارجيا او شكله خارجيا او مظهره خارجيا فهو حاسس انه لازم يتشافه ويطلع من المرحلة اللي هو فيها هو يمكن انبين لك خارجيا انه هو شجاع اه الرجل المقدام او يعني الشخص المقدام وهو شجاع وهو قدر يترك العلاقة بفيلم ويروح فهو انت شافها ظاهريا هي لكن هو بداخله متدمر يعني هو حاسس بانه مفتقدة بالفقدان هو حاسس انه جروحه عميقة بسبب هذا الانفصال خلنا اشوف ليش السواد اللي هو يمكن انت حطيت له بلوك حيثنا انه يكون انه انه في العلاقة في بلوك يمكن انه تعرفت على الانترنت كمان برده بتصير حيث ما انه انه تعرفت على الانترنت او انت بتركب على الانترنت احتمال كان للبعض منك هذا الشخص متزوج بالسر او طلب الزواج منكو بالسر لبعض منكو واحتمال هذا الشخص انه اخفى عليه عنكو انه هو شخص مرتبط انه ارتباط اخر زواج اخر او مرتبط في اسرته او في ما صار علاقة هو مش عارف ايش هي هاي العلاقة يعني شو ما صارها يعني مسلا هو مرتبط بعلاقة هو نفسه مش عارف شو ما صار هاي العلاقة هو مخفيها عندكم احتمال صار بعض الضلالية في هاي العلاقة يعني فيه اشياء انت معرفت عن هذا الشخص الا مؤخرا فعشان هيك انت بدك تمهي قلم وتبلش حياة جديدة لبعض منكو هاد الشخص اه زي انا العلاقة معكو بشكل قاسي ووعدكو مسلا بتزواج واخلف هادا الوعد هادا برج الحود هون عنا برج القوس وبرج الطاور وبرج العضراء دس هون بحكولك يس يعني هاد الشخص رفيق روحك فهذا الشخص ممكن هادا الانفصال هو من الانفصالات اللي بتحصل في العلاقات اللي لابد انها تحصل عشان انتو الشخصين تحسوا بقيمة بعض يعني اذا ما صارش انو في الصرف العلاقة وقتعدتوا عن بعض فترة مش رح تحسوا بقيمة بعض البراءة كيف يتم استدعائك للتقدم القيادة انت بتتقدم انت انت روحنيتك عالية وانت نشيط وبدك تتقدم للامام انت حابب تطلع من كل الاوجاع ان الشخص هذا الشكل اطعبك اطعبك كان اف اون يروح ويرجع يروح ويرجع ويجي حكي لك كلام سخيه يروح او يجي حكي لك انت السبب وانت وانت كذا كذا ويروح فجأة يجي فجأة ويروح فجأة هون بقولولك انت يعني هلأ انت ايه تقدم انت هلا استدعو فيك للقيادة انت لازم تصير قائد او انت قائد وبلش انت تصير قائد قائد لمشروع قائد لأطفالك قائد لأي شيء طيب خليها تشوف برده عشان نخلص الكلوت هلول نكمل نكمل لبرد الجوزاء قف طاقتكو عالي الماء كتير ريكي طار كتير هادر بس راح نقدر اخده خلينا اخده ما نشوش بحولة خلينا اخده ما نشوش بحولة وجميع الاشخاص المعنيين بما في ذلك انت انت شكلك حامل بقلبك وظلت نزل للموضوع ويقول لك خفف عن قلبك وخفف حتى اللي بتحسوا بانه هم معنيين في الموضوع او في حدا مثلا في تدخل طرف او عندكو انتو كنتو في زواج انفصلتو في طلاق فهو نقول لك خفف خفف عن نفسك خفف عن المعنيين يعني اللي الناس اللي حواليك اللي هم بحسوا بتعبك ووجعك لان اكيد لما يشوفوك انت موجود وطعبان هم راح ينجوا معاك فهو هون بيحكوا لك خفف انت شكلت تعبان بس تخفى علينا او انت بتحولك كابر انت ما كابر انت بتعمل شغلية آآ شوية خارج عن عن مش مبادئك. اطار اعتقاضاتك انت. يعني انت مسلا كانت عندك المسلا انت محدد الاصدقاء عندك او آآ يعني بورة الاصدقاء الصغيرة عندك انت بتوسعها. او اطار الاصدقاء عندك كان انت هات بتوسع يعني مسلا بتزيد متابعينك ع السوشي بتزيد في اصدقائك. فبتحاول انه انت تخفف وجعك بهاي الاشياء. لتحس بكل بت نفسك. وانت قيم. انت الورد. طقت الورد. وهنقول لك انت على وقت لتوالي القيادة. بس انت خفف عن نفسك. بس. طيب. هو كيف شايفك وشايفك انك انت مستقل ماديا ومستقل عقليا. انت راكز. هو شايفك راكز جدا جدا. وهو مهجب بشخصيتك هذا الشخص. فشايفك متواصل شخص متواصل. وهو شايفك في العلاقة يعني شايفك انك انت بطيء نوعا ما اثناء علاقة. وكان شايفك انك انت بدك علاقة صادقة وسابقة. يعني علاقة زواج علاقة ارتباط. انت شخص بتحبش اللعب. مسلا. آآ طبعا عند البعض نتكون زي بحكي له القراءة عكسية فهي يا جماعة تبقى العكس انا بتكون تاقطه اكتر من تاقط هالشخص عندي عالطاولة. طبعا. وهو شايف انك انت واسط بالخطوة يمشي. وشايفك كمان انه انت ازا بتحدد هدف بتروح له لكن بعقلانية. وهو شايفك كمان انه انت بتحب تنظر للمستقبل البعيد جدا جدا. وشايفك نوعا ما انه انت ما بتاخد قرار بتكون بطيء. او بتفاجأ كل قرار. انت بتكون ما ياخده ومخلص. بس انت بتشي بتفاجأ. بدون اي. اشتركوا في القناة